السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغزائي طلاب الصف السابع اليوم سوف نقوم بعون الله وتعالى بحل التدريبات المتعلقة بقاعدتي من أنواع المعرفة اسم الإشارة لكن قبل أن أبدأ بحل التدريبات سوف أقوم بتذكيركم بمفهوم اسم الإشارة وأنواع اسم الإشارة وكيفية إعراب اسم الإشارة اسم الإشارة هو من أنواع المعرفة التي تستخدم للإشارة إلى الأشياء من حولنا وهو نوعان اسم إشارة للقريب واسم الإشارة للبعد أسماء الإشارة للقريب هذا للمفرد المذكر هذه للمفرد المؤنف هذان أو هذين للمثنى المذكر هاتان أو هاتين للمثنى المؤنف وهؤلاء للجمع المذكري والمؤنف وأسماء الإشارة للبعيد ذلك للمفرد المذكر وتلك للمفرد المؤنف وأولئك للجمع المذكري والمؤنف وتحدثنا كذلك عن كيفية إعراب اسم الإشارة وقلنا أن اسم الإشارة من الأسماء المبنية ما الذي يقصد بالأسماء المبنية هي الأسماء التي لا تتغير حركة آخرها عند تغيير موقعها في الجملة إذن اسم الإشارة يعرب اسم إشارة مبنية في محل نصب أو رفع أو جر في محل رفع فاعل أو في محل رفع مبتدى أو في محل رفع خبر مبتدى أو في محل نصب مفعول به أو في محل جر اسم مجرور ما عدا هذان وهذين وهاتان وهاتين هؤلاء أسماء يعاملان معاملة المثنة حيث يصعان بالألف وينصبان ويجران باليا يمكننا إعراب هذان الطالبان مشتيدان هذان مبتدى مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنة وكلمة ملحق بالمثنة أي أنه يشبه المثنة أما الآن سوف أقوم بحل التدريبات الواردة في الكتاب صفحة 52 و 53 المطلوب منكم إعزائي الطلاب القيام بفتح الكتاب على صفحة 52 و 53 سوف أبدأ بالسؤال الأول ضع عزيزي الطالب مكان اسم الإشارة هذه أسماء الإشارة الآتية وغير ما يلزم سوف نضع بدلا من كلمة هذه في الجملة كلمة هاتان وهذان وأولئك وذلك مع إجراء التغيير الذي يطرأ على الجملة هذه موظفة أمينة في عملها عندما أضع عزائي الطلاب بدلا من كلمة هذه أضع كلمة هاتان هاتان تدل على المثنة المؤنف لذا تصبح الجملة هاتان موظفتان أمينتان في عملهما إذن هاتان موظفتان أمينتان في عملهما عندما أضع بدلا من كلمة هذه هاذان ماذا تصبح الجملة هاذان موظفان أمينان في عملهما هاتان للمثنة المؤنف في حالة الرفع وهاذان للمثنة المذكر في حالة الرفع أيضا أولئك للجمع المذكر وللجمع المؤنف سوف أقوم بذكرها في الجملة الأولى للجمع المذكر والجملة الثانية أولئك للجمع المؤنف أولئك موظفون أمينون في عملهم وأولئك موظفات أمينات في عملهن إذن هذه موظفة أمينة في عملها وضعنا كلمة هاتان ماذا تصبح الجملة هاتان موظفتان أمينتان في عملهما هذان موظفان أمينان في عملهما أولئك موظفون أمينون في عملهم أولئك موظفات أمينات في عملهن وذلك موظف أمين في عملهن ذلك تستخدم للمفرد المذكر ذلك موظف أمين في عملهن أحسنتم فأنتقل الآن إلى السؤال الثاني أعزائي الطلاب السؤال الثاني حول ما تحته خط فيما يأتي من صيغة المذكر إلى صيغة المؤنف وغير ما يلزم نريد تغيير الجملة تغيير اسم الإشارة الدالة على المفرد المذكر إلى صيغة المؤنف الجملة الأولى كرمت المدرسة هذا الطالب على جهوده في حفظ النظام كرمت المدرسة هذا الطالب على جهوده في حفظ النظام كرمت المدرسة هذا تتحول إلى هذه لأننا نخاطب مفرد مؤنف هذه والطالب تتحول من مذكر إلى اسم مؤنف بزيادة التاء المربوطة هذه الطالبة على جهودها أيضا كلمة جهودها تتغير في حفظ النظام إذن كرمت المدرسة هذا الطالب على جهوده في حفظ النظام تصبح كرمت المدرسة هذه الطالبة على جهودها في حفظ النظام إذن هذا الطالب تتحول إلى هذه الطالبة وعلى جهوده تتحول إلى على جهودها في حفظ النظام الجملة الثانية أعزائي الطلاب الطلاب سوف نقوم الآن بتحويل الجملة الثانية أعجبني أسلوب هذين الصحفيين حين حرروا الخبر هذين تدل على المثنى المذكر لكن في حالة النصب سوف أقوم بتحويل كلمة هذين إلى اسم الإشارة المستخدم للمثنى المؤنف في حالة النصب كما هو واضح أمامنا تلاحظون بحصول التغيير سوف أقرأ الجملة التي قمنا بتحويلها إلى طيغة المؤنف أعجبني أسلوب هذين الصحفيين حين حررت الخبر أعجبني أسلوب هذين تتحول إلى هذين من المثنى المذكر إلى المثنى المؤنف في حالة النصب والصحفيين تتحول إلى الصحفيتين حين حررت الخبر إذن أعجبني أسلوب هذين الصحفيين حين حررت الخبر أعجبني أسلوب هذين الصحفيتين حين حررت الخبر أحسنتم سوف أنتقل الآن إلى جملة الثالثة قال الطبيب المناوب استدعي هؤلاء المسعفين إلى غرفة الطوارئ استدعي هؤلاء المسعفين إلى غرفة الطوارئ هؤلاء تستخدم أعزاء الطلاب لجمع المذكر وأيضا تستخدم لجمع المؤنف قال الطبيب المناوب استدعي هؤلاء المسعفات إلى غرفة الطوارئ إذن قال الطبيب المناوب في الجملة الأولى استدعي هؤلاء المسعفين إلى غرفة الطوارئ تصبح استدعي هؤلاء المسعفات إلى غرفة الطوارئ أحسنتم سوف أنتقل الآن أعزاء الطلاب إلى السؤال الثالث املأ الفراغ باسم مناسب في كل جملة من الجمل الآتية سأبدأ الآن بالسؤال الثالث املأ الفراغ باسم مناسب في كل جملة من الجمل الآتية الجملة الأولى تلك فراغ كلامها لطيف تلك الفتاة كلامها لطيف تلك اسم إشارة دال على المفرد المؤنث فتلك الفتاة كلامها لطيف كما تلاحظون الجملة الثانية أولئك فراغ يشقون الطريقة إلى القرية النائية أولئك العمال يشقون الطريقة إلى القرية النائية العمال أولئك اسم إشارة للدلالة على الجمع المذكري والمؤنث ولكن هنا قد وضعت جمع مذكري أولئك العمال يشقون الطريقة إلى القرية النائية كما تلاحظون الجملة الثالثة أعزاء الطلاب ذلك فراغ صوته عذب ذلك القارئ صوته عذب ممكن أضع ذلك الطفل صوته عذب أو أضع ذلك البلبل صوته عذب فأي خيار مناسب لكم قوموا باختياره وكتابته إذن ذلك القارئ صوته عذب ذلك اسم إشارة للدلالة على المفرد المذكري ذلك القارئ صوته عذب دال هؤلاء فراغ يعملنا في تطريض الثياب هؤلاء العاملات هؤلاء هنا للدلالة على الجمع المؤنث أنا وضعت العاملات بإمكانكم اختيار أي كلمة أخرى دالة على الجمع المؤنث هؤلاء العاملات يعملنا في تطريض الثياب ها هتان فراغ تقدمان اختراعات مفيدة للإنسانية هتان للدلالة على المذنة المؤنث هتان المخترعتان تقدمان اختراعات مفيدة للإنسانية وقد اختار هاتان العاملتان تقدمان اختراعات مفيدة للانسانية احسنتم جميعا سوف انتقل الان الى السؤال الرابع وفظ عزيزي الطالب الاسماء الاتية في جمل مفيدة من تعبيرك مستخدما اسم الاشارة المناسب لكل منها اولا سوف نضع كلمة اللاعبون في جملة مفيدة اولا اللاعبون هم جمع مذكر ماذا استخدم لجمع المذكر سوف استخدم اسم الاشارة هؤلاء او اولئك واضع كلمة اللاعبون في جملة مفيدة مع اسم الاشارة هؤلاء اللاعبون محترفون او اولئك اللاعبون محترفون اذا اللاعبون جمع مذكر استخدم معها اسم الاشارة المناسب هؤلاء او اولئك هؤلاء اللاعبون محترفون الكلمة الثانية المدربة المدربة مفرد مؤنف استخدم مع المفرد المؤنف اسم الاشارة هذه او تلك فانا قمت باستخدام تلك تلك المدربة قدمت استقالتها تلك المدربة قدمت استقالتها المضيفات ايضا المضيفات جمع مؤنف استخدم اسم الاشارة هؤلاء او اولئك اولئك المضيفات متأخرات اولئك المضيفات متأخرات والطفل هو مفرد مؤنف مفرد مذكر عفوا استخدم مع المفرد المذكر هذا او ذلك ذلك الطفل يحفظ صورة الكحف ذلك الطفل يحفظ صورة الكحف احسنتم اذا اللاعبون جمع مذكر استخدم معها هؤلاء او اولئك والمدربة مفرد مؤنف استخدم معها هذه او تلك والمضيفات جمع مؤنف استخدم اولئك او هؤلاء والطفل مفرد مذكر استخدم معه هذا او ذلك اعزاء الطلاب هكذا نكون قد انتهينا من حل التدريبات الموجودة في الكتاب صفحة 52 و53 والمطلوب منكم القيام بحل هذه الاسئلة على الكتاب او على الدفتر والساله لي على المنصة لأقوم بتصحيحها اعزاء الطلاب اشكر لكم حسن استماعكم القاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة